بينما تزداد التعزيزات العسكرية لقوات النظام السوري في كل من حلب وإدلب يزداد عدد الضحايا المدنيين هناك عدة قتل آخرين سقطوا جراء قصف جوي روسي على رف حلب الغربي بحسب ما أفد المرصد السوري لحقوق الإنسان وفي منطقة خفض التصعيد يواصل النظام التصعيد خروقات متواصلة مكنت قواته من التقدم في أجزاء واسعة من المنطقة كل هذا بدعم روسي وميليشية تابعة لإيران أكثر من 1700 مدني كانت كلفة هذا التقدم 500 منهم أطفال صغار أرقام مرعبة أحصاها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مقابل هذا وموازاتا مع إعلان تحييد قواته ل55 عنصرا من قوات النظام لا يزال الرئيس التركي يرسل تهديدته تباعا بالإصرار على طرد قوات النظام إلى ما بعد مواقع المراقبة التركية في إدلب وبناء على اتفاقية أضنة سنضرب قوات النظام بشكل مباشر في حال تعرض أي من عناصر الجيش التركي الموجودة في نقاط المراقبة تهديدات تركيا سبقتها اتهامات من وزارة الدفاع الروسية التي اعتبرت أن قوات أنقرة في إدلب لن تزيد الوضع إلا سوءا من خلال إمدادها بالسلاح والذخيرة لما وصفته بالميليشيات في إشارة للمعارضة المدعومة تركيا عيسى بوسوسو الحدث